موفقين بإذن الله الأهلي ما بيخافش والمستحيل ليس أهلويا زي ما تعودنا دايما نقوله بإذن الله إن شاء الله الدور قبل النهائي أو تذكرة الدور قبل النهائي تكون من نصيب النادي الأهلي يوم الجمعة اللي جاي هنتكلم أكتر على الأهلي وهنفرض مساحات أكتر لرجاء وزي ما عدتوكم في بداية صهرتنا النهاردة كمان هنروح للمغرب نطمن على فرقتنا ونشوف بداية التمرينة بتاعت النهاردة بس خلونا في البداية نرحب بنجمينا النهاردة كابتن أشرف ممدوح اللي بيشرفنا في الأهلي في رمضان نقوله بداية كل سنة وانت طيب ورمضان كريم أحمد بساعة الخير ومساعة الخير على الجماهير الكرة في مصر جميل لدي الأهلي خاصة وكل طبعا الأم الإسلامية كل سنة وانت طيب كل سنة وكل مصر بخير وسحة وسعادة عن الشهر الكريم جري بسرعة جدا جدا يعني وأيام كلها خير الحقيقة وإن شاء الله يكون رب دايما بالخير على مصر ومصري وأمه العربية كلها بإذن الله تعالى وسعيد دايما دايما بوجودي معك انت عارف أن يعني دي جات على الهوى أنا بقيت أتفائل بيك قبل المتشاط الصعبة يعني دايما الحمد لله دايما دايما بنتلع في ظروف صعبة ولكن الحمد لله يعني ربنا دايما الحمد لله بيكرمنا وطبعا بمجهود رجالتنا ان شاء الله حنتكلم يعني في الحلقة ان شاء الله على الروح القتالية العالية لنادي الأهلي والظروف الصعبة وشخصية النادي الأهلي دايما بتظهر في الظروف الصعبة والله أنا كنت بقول في هذه الحلقة انها مش مستصعبها قوي يعني شايف انه في حاجات كتير قوي احنا راحين المغرب وإحنا الاريحية أكتر عند النادي الأهلي الضغط أكتر عند الرجا اثنين وواحد في الأدوار النهائية في بطولة بحجم دوري الأبطال نتيجة مش سيئة بالعكس احنا يعني في نتائج بلغة الأرقام كانت أسوأ عملها النادي الأهلي على ملعبه وطلعت بره تسارت المستحيل زي ما بيقوله هو أكيد إن شاء الله هنتكلم فنيا شوية عن مباراة الرجاء وإزاي إن شاء الله نقدر يعني نخرج بنتيجة إجابية بإذن الله من المباراة دي خاصة يا أحمد أنا كنت بتفرج عليك قبل بداية لقاءنا يعني احنا هنا أفضل بكتير يعني لقاءاتنا أمام الرجاء سواء في المباراتين الأخراتين خاصة اللقاء اللي هنا الاستحواز والفرص وحاجات كثيرة جدا جدا كنا الأفضل ولكن دايما دايما نتيجة اللقاء هي اللي بتفرج احنا الحمد لله متفوقين باتنين واحد بفارق هدف النادي الأهلي قادر طبعا إن شاء الله إن شاء الله يقدر يتخطى عقبة الرجاء إن شاء الله الظروف والأجواء اللي ناس كلها متخوفة منها وبتتكلم عنها شخصية النادي الأهلي قادرة دايما بخبراتها الكبيرة جدا إنها تقدر تتخطى الظروف دي وعايز أقول إنه علاقتنا مع الأشقاء المغربة خارج الملعب مع جماهير مع حتى الإعلام المغربي أنت لسه كنت بتكلم حد من أخوة الصحافين علاقة جيدة جدا طبعا رئيس النادي هناك واتصاله بكاتر محمود الخطيب واتمئنانه على البعثة كل هذه الأجواء أجواء ودية جدا جدا ولكن المنافسة الحقيقة داخل الملعب وإن شاء الله شخصية النادي الأهلي تفرق بشكل بيرجان